من يريد أن يهاجم لا يعلم بأنه سيهاجم وتحديداً إسرائيل يعني لا أحد يصدق إسرائيل تقول نتدرب ونقوم بمحاكاة لضربة للمشاءات النووية واتفقنا مع الأمريكان وبني غانس حدد موعداً لذلك لا تعتقد أن الأمر هنا هذا أكبر دليل بأن إسرائيل لن تضرب إيران ألا تعتقد ذلك؟ أشكرك أحمد على هذا السؤال لأنه عندما أنت عرضت في المقدمة هذا الأمر كنت أتحدث بوضوح وأريد أن أقضح هذه الرسالة من خلال برامسكم الكريم مرة أخرى خطورة إساءة قراءة التصريحات التصريحات يا عزيزي عندما تصدر خاصة عن قيادات تحسب كلامها أنت لا تتحدث مع الاحترام لا أريد شخصة الأمور هذه ليست التصريحات أردوغان يعني أردوغان يصرح اللير التركية تتهاوى في ضوء تصريحات لمصدقية لها عندما تتحدث عن تصريحات مسؤولين خاصة الخبراء يعني غانتس لا تنسى هو ليس فقط وزير الدفاع الآن هذا منصب سياسي هو بالأساس قائد عسكري العسكريين عندما يتحدثون هناك مصدقية على المحاك وأحيانا يراد بهذه التصريحات هي إعطاء زخم ما للمفاوض على الطاولة في بينا لأن من يقود هؤلاء المتفاوضين هم في طهران من الجانب إيراني طبعا يتحدث ويعلمون جيدا أن الأمور مترابطة متشابكة لا تستطيع أن تفهم ما يجري في إيران الضربات العسكرية التي توجه لإيران سواء من الداخل أو الخارج لا تستطيع أن تفصلها عما يجري على الساحة السورية أيضا الضربات العسكرية التي دائما ما تستهدف الوجود الإيراني أو المتحالفة مع إيران هذه رسائل أيضا فوضى السلاح وتخزين السلاح أيضا هذه الأحداث قد لا تكون عبثية قد يراد منها توجيه رسائل كما جرى للأسف الحادث المؤسف الذي جرى في برج الشمالي في لبنان وقضية تخزين الأسلحة والذخائر والصواريخ وسط الأماكن المأهولة بالسكان أحيانا يراد بالتصريحات الصادرة عن الدبلوماسيين والسياسيين توجيه رسائل بأن استمرار العبث وإضاءة الفرصة بالتفاوض الدبلوماسي قد يؤدي إلى سوء حسابات يحقق وجود هذه الضربة أما موعدها أنا مستعد أن أقسم لك بأنه لا أحد يعلم ساعة الصفر إلا الذين يتعاملون مع تنفيذ هذه الضربة تحديدا صحيح أن هناك استمزاج بمعنى الحلفاء لا بد أن يتم إختار الولايات المتحدة الأمريكية مثلا بتوجيه ضربة قد يتم هذا الإختار الآن سياسيا وهذه خطورته وهنا خطورة عدم قراءة طهران لما يصدر من تصريحات ليس فقط في واشنطن تصريحات كانت في المؤتمر في فلوريدا فلوريدا عزيزة أيضا هذه ليست أي ولاية أمريكية هذه من أعلى نسب اليهود الأمريكيين فيها ومن أعلى نسبة المتقاعدين العسكريين أيضا فيها عندما يأتي تصريحات من داخل المؤسسة الرسمية في البنتاجون ونفس المسؤول الإسرائيلي يطلق تصريحات أخرى من موقع آخر هذه رسائل ويجب إحسان قراءة هذه الرسائل وإلا جاءت المكابرة والمعالدة في الاستمرار بتضيع فرص التفاوض على حساب من يظن أنه منيعا من تلقي ضربة عسكرية وهذا وهم طيب كانت هناك تصريحات مثيرة نشرت اليوم من رئيس أكاديمية الصواريخ أو عفوا من نائب رئيس أكاديمية الصواريخ الروسية سأقتبس لك ما قاله تحديدا بهذا الموضوع قال أن إيران واحدة من أكبر أربع دول مصنعة لأنظمة الصواريخ في العالم وأضاف أن إيران يمكن أن تجعل إسرائيل مكانا غير صالحا للسكن من دون الحاجة إلى قنبلة نووية ولا غيرها صواريخهم الباليستية كافية تصل إلى ألفين كيلو متر مسافتها ما رأيك بما طرحه هنا لا تعتقد هذا منطق عسكري واقعي نفس المأيار يا عزيزي الذي سقته قبل قليل فيما تعلق بتصريحات جانس كشخصية عسكرية في المقام الأول قبل أن تكون سياسية كيف يصرح في إسرائيل في الكنيسة أو كيف يصرح في وهو إلى جانبه أوستن جنرال أوستن وهو عسكري أيضا ليس وقت وزير دفاع مدني وكيف يصرح تصريحات وسط الجالية اللوبي اليهودي الإسرائيلي في فلوريدا هذه التصريحات تصدر من جانب الروسي هي أيضا رسائل مبطنة لإيران ليس فقط لإسرائيل هو القصد أنه ليست بحاجة إيران لامتلاك سلاح نووي حتى تهدد الأمن هناك الصواريخ فدعونا نفصل هذا قضية فصل بين المسارات هو يقول أن السلاح النووي مسار والصاروخي مسار آخر وسلوك إيران الخبيث في المنطقة مسار آخر لاحظ هذه التصريحات تتزامن مع ماذا؟ تتزامن مع تصريحات أيضا تفهم منها أن هناك أجواء مختلفة يتم الإعدادة لها في الإقليم إيرانيا وسوريا عندك مستشار الأمن الوطني الإماراتي في زيارة غير مسبوقة يصل إلى طهران تتقاطع مع وزير خارجية سوريا الآن بيدرسون موجود في سوريا يقول ويكشف علانية أنه لمس من قادة أوروبيين وأمريكيين ليس عرب فقط أوروبيين وأمريكيين انفتاحا على سوريا لإعادة تأهيل سوريا يتحدث أيضا الخبراء حتى في داخل سوريا وأنه تامع العديد منهم ليس فقط من الإعلام الرسمي السوري وإنما عبر منصات التواصل الاجتماعي يقال أنه الحديث الآن عن بحث المرحلة المقبلة في العلاقات السورية الإيرانية ما المقصود بذلك ما المقصود بالتركيز على الجانب الاقتصادي ما المقصود يا عزيزي عندما نتحدث عن توبة أردوغان العلانية إذا أمن الخليج وإذا إسرائيل برغم تصريحات معادية هنا وهناك طرقها ومعروف سببها ماذا هناك أجواء مختلفة والقصد في ذلك أنه لم يعد موضوع التهديد بالصواريخ يرعب أحدا ما يقلع أكثر من ذلك هو تشابق مصالح اقتصادية تؤدي إلى انتعاش الجميع وإلا الانهيار الاقتصادي الآن إيران على خطى الانهيار الاقتصادي الذي نقارن بفنزويلا وليس في تركيا تضخم في الصدافة السابقة معك أخي أحمد كانت نصفة التضخم في أمريكا الأعلى منذ ثلاثين عاما اليوم الأعلى منذ أربعين عاما هذا الوضع الاقتصادي أمريكيا بسبب إدارة بايدن وضعفها وسوء خياراتها الاقتصادية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة